أهلا بكم تحدث قداسة البابا فرانسيس إلى المؤمنين من أبناء الشرق الناطقين باللغة العربية والمتابعين لمقابلته عبر شبكة الإنترنت عن صلاة موسى التي هي صلاة شفاعة إذ كان يحثنا دائما على الصلاة بمثل صلاة يسوع الحارة ووصف قداسته موسى بأنه علم الله ويعيش العالم ويزهر بفضل بركة البار وصلاة التقوى التي يرفعها القدسون باستمرار من أجل الناس وأضاف أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاطهم لكداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنطلو صلاة الأبان باللغة اللاتينية ثم سيمنح كداست البابا البركة الرسولية وخاصة للأطفال والمسنين والمرضى والمتعلمين إليكم ملخص التعليم المسيحي لكداست البابا فرانسيس تأمل كداست البابا اليوم في صلاة موسى في إطار تعليمي في موضوع الصلاة قال كداسته كان موسى بحسب الاعتبارات البشرية إنسانا فاشلا في حياته كان موظفا لدى الفرعون ثم اضطر إلى الهرب إلى برية مديان هناك دعاه الله ليكود شعب إسرائيل كان موسى ذا طباع صعبة ومحاورا عنيدا مع الله فعرض موسى الله فيما أراده الله منه وأكثر من الحجج فقال إنه لا يستحق هذه الرسالة ولا يعرف اسم الله ولن يصدقه الإسرائيليون ولسانه ثقيل وكرر السؤال على الله مرارا لماذا أرسلتني لماذا تريد تحرير هذا الشعب بهذه المخاوف وبقلبه الحائر المتردد كان موسى إنسانا مثلنا لكنه كان قريبا جدا من الله لدرجة أنه استطاع أن يتحدث معه وجها لوجه وبقي في الوقت نفسه قريبا جدا من الناس لم يكن موسى قائدا متسلطا ومستبدا بل كان متواضعا وديعا أكثر من أي إنسان على وجه الأرض كانت صلاة موسى صلاة شفاعة يصوره الكتاب المقدس عادة ويداه مرفوعاتان إلى العلا إلى الله فهو في شخصه مثل جسر بين السماء والأرض وأنهق داست البابا تعليمه قائلا إن موقف الشفاعة هو موقف الكتسين الذين هم جسور بين الله وشعبه بهذا المعنى كان موسى النبي لاعظم ليسوع محامينا وشفيعنا والآن تحييتو البابا باللغة الإطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية موسى صلاة السلام عليكم ويحبقا اعطا على جميع المؤمنين الناطقين باللغة العربية متابعين لهادي المقابلتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يحثنا موسى على السلاطة بمثل السلاطة يسو عال حارة وعلى التشفع من أجل العالم وأن نتذكر أنه على الرغم من كل ضعفه إنما هو دائماً عالم الله ويعيش العالم ويزهر بفضل بركة البار وصلاة الطقوة التي يرفعها الكدسون باستمرار من أجل الناس ليبارككم الرب جميعاً ويحرسكم دائماً من كل شر